الان خرّوب الان خرّوب ايه 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 هنا بسوق السمك لحي مولاي مصطفى بعاصمة ولاية عينتي موشنت اقبال وحركية كبيرة لاقتناء السردين لم يشهدها السوق منذ أشهر بعد أن تهاوى سعر هذه المادة لما دون 300 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد سعر المادة يرساد البريرات 30 و40 وهذه لن نخدمه غايم بلعها رهج عم السومة شابة يا أخوة مسكني يأكل وحنا نخدمه عندها عطروا جول لكاتجور هي رخيصة فهنا سيمانة تاحة هذه من شعلا كونها نكلها رخيصة إن شعلا السومة نقصت على اللي كانت بارابول دينات لي فاتوا كمالخير رح كين دلوق إن شعلا بإذن الله منها بلك عاشل 25 أو 20 أنا بروحنا مكلاش وقت فاتوا لنقل خدمه مدرق بارابول من دينات أكل حسن الخيص ولا الشاب يأكل وحنا نخدمه إرتياح لدى الزبائن والتجار معا بعد انخفاض أسعار السمك فيما دع البعض لضرورة القضاء على سماصرة سوق الجملة بالموانئ من أجل الحفاظ على استقرار أسعار السردين الحفاظ على الشطر يجعب الباراك أرى بزلاف الحفاظ على رخيص أنا أرى لي في ويم وما ما أقدمش هات في أيام لتنخدم أه الحمد لله الحمد لله سردين الحورة دل دون ميلي سيسان جملة ستمائة للصندوق تقابلنا ميو وقمس الكيلو بعدها ميو وسبعين ميو ستين ميو ستين واليوم الحمد لله يحوط ربي طال الخير تلات ير ربعين مسكين يأكلها كيلو ما يقدش هذا الكورتية الكورتية تلحوط المعاودية يطلعوه يطلعوه في البحر مش هنا مش هادو طال البحر طال البحر هم اللي يغلوه يرخصوه شوية بس المسكين يقد يأكل يقد يشري كيلو وكيلو ورطل جوش كيلو المسكين ما يشري شرطل وفرة السمك بولاية عينتي موشنت أمر من شأنه أن ينعش أسواق السدين ونقاط البيع الناشطة والتي ستوفر احتياجات المواطنين وعشاق السمك بأسعار في المتناول اشتركوا في القناة